هذا وتشهد مراكز التطعيم في مملكة البحرين قبالا كبيرا من قبل مختلف فئات المجتمع نعم بالفعل حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأربعاء أكثر من مليون ومائتين وألفي شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وستة وسبعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ثمانمائة وثلاثة وثلاثين ألف شخص